خبراء الهجرة النمسا لن تعمل بدون المهاجرين تحذيرات من الترحيل أكد خبراء على الدور المحوري للمهاجرين في استمرار النظام الاجتماعي النمساوي محذرين من العواقب الوخيمة لسياسات الترحيل المحتملة في فيينا على سبيل المثال كما قالوا الخبراء تصبح تربية احتياجات سكان مستحيلة دون مساهمة هؤلاء الأشخاص يعني عرفانين يا ساسا يا نمساويين يا الحكومة يا جرهد كارنر يا كارني هامر المستشار عرفانين أنه النمسا لن تمشي ولن تستمر والآلة النمساوية والمعامل والمصانع وكل القطاعات لن تعمل دون هذا ضمن الوافدين والمهاجرين هؤلاء المستمرون بقدومهم إلى النمسا كلياتكم تعرفوا هذه النقطة وبيتجاهلوها وبصروا على تجاهل هذه النقطة الهامة جدا وبيعتقدوا أن المهاجرين ليس لهم أي أهمية هم فعليا القوى العاملة وهم فعليا الأيدي التي فعليا هي تنهض في هذا المجتمع وفي ضمن التقارير الأخيرة والتي نشرناها مرارا وتكرارا على إنفو جراد تقول أن النمسا لا تنمو سكانيا إلا فقط بسبب المهاجرين وبالتالي هم يدركون أهمية المهاجرون وكل ما نسمعه أتمنى للذي يستمع إليه الآن ويراقب أن كل ما يسمع وكل ما يشاهد هو ليس أكثر ليس أكثر إلا بفعل الحالة السياسية التي تعمل عليها أستاذ النمساويين للإنفوز بانتخابات ولأن يبقى كارن هامر المستشار النمساوي لفترة إضافية